يا يا ضعل قلبي امتحل لا ترحل ترجى يا المبتعين يمتترين ما اقدر بالأيام فوق الدرب انثر قلوب طول العمر يتناك لما نرحت اخلافك صحيت يا الحادي خذني ويا يا الحادي خذني ويا ولي انتهي وداعي بحزي المني الله يمعي الجفة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمن غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة يا رحمة الله طربت وما هاج لي معبقوا ولا لي مقام ولا معشق ولكن طربت لآل الرسول فلذ لي الشعر المنطق هم الأكرمون هم الأنجبون نجوم السماء بهم تشرقوا أبوك الذي سعاد الأنام بالمكرمات فقصر عن سبقه السبقوا به فتح الله باب الرشاد وباب الفساد بكم مغلقوا يا آل بيت رسول الله حبكم فارضوا من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر ألكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نبارك نبارك لإمامنا وحبيب قلوبنا الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة الغراء مناسبة تزويج النورين علي أمير المؤمنين والصديقة الكبرى قطب الكائنات فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما وعلماء ديننا وللساد الأكارم الحاضرون في هذا المجلس المبجل الموقر الشريف أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهم وبولايتهم بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد فسر العلماء الآيات بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكل معصوم من المعصومين يعد آية عظمى والآية الكبرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي أمير المؤمنين الصديقة الكبرى فاطمة الحسن الحسين التسعى المعصومين من ذرية الحسين كل واحد منهم آية الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز بلفظة الآية أو الآيات وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى فكلمة الآيات المراد منها هم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته هذه الآية التي تلوتها على مسامعكم الشريفة وكانت استهلال البحث يقول فيها الحق تبارك وتعالى ومن آياته يعني من جملة الآيات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وكلمة الأنفس وردت في أكثر من آية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فعلي هو نفس رسول الله بنص الآية المباركة أنفسنا وأنفسكم والصديقة الكبرى قطب الكائنات فاطمة الزهراء هي الأخرى نفس الرسول فاطمة نفسي التي بين جنبي ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا لما أقبل الخليفة الأول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب يد فاطمة الزهراء هذه مسألة تاريخية موجودة في بطون الكتب عند الفريقين الرسول صلى الله عليه وآله ما رفض وإن كان الرجل هو ولي أمر البنت لكن فاطمة الزهراء ليست ككل البنات ليست كسائر البنات ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يعطي مساحة واسعة لاختيار الفتاة الزوج الكريم الذي تراه لائقاً لحياتها لا يريد أن يحبس عنها الطريق لا يريد أن يكون عقب كأداء في طريقها لاختيار الزوج الكريم فلما جاء أبو بكر وأقبل على خطبة فاطمة الزهراء والرسول صلى الله عليه وآله ما رفض جاء إلى فاطمة الزهراء بني فاطمة هذا ابن أبي قحافة وأبو بكر جاء ليطلب يدك فما بالك ماذا ترين الصديق الكبرى رفضت وهذا شيء من حقها يعني بعدئذ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الرسول ما رفضه جاء ليسأل فاطمة فاطمة الزهراء رفضت وهذا شيء من حقها عندنا قاعدة فقهية تقول الناس مسلطون على أموالهم وعلى أنفسهم هي نفسها حرة أبي جاء الخليفة الثالث عثمان بن عفان إلى رسول الله الرسول لم يرفضه جاء إلى فاطمة بنية فاطمة هذا عثمان فرفضت جاء أبو عبيد الجراح إلى رسول الله الرسول لم يرفضه جاء إلى فاطمة الزهراء فرفضت بعدئذ جاء هؤلاء القوم إلى علي أمير المؤمنين هؤلاء الأربع الإمام أمير المؤمنين عنده بستان ضيعة يحرث الأرض يضرب المسحات برجله يحرث بها الأرض فأقبلوا عليه وإذا بهم يسمعون أمير المؤمنين يتلو كتاب الله كم جميل وهذه دروس نأخذها من المولى أمير المؤمنين ومن مدرسة أهل البيت أننا نكون قرآنيين دائما القرآن يلهج على أطراف اللسان الآيات الروايات كل ما نعرفه إذا حفظنا أربعين روايك ورد على لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه من حفظ أربعين حديثا تفجرت على لسانه ينابيع الحكمة وهكذا بالنسبة إلى الآيات نتدارس الآيات نتأمل بها نتدبر بها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها علي يتلو القرآن وهو يعمل ماكو عندك عذر أنت إنسان مسلم لا بد أن تتمسك بالكتاب والعطرة لا تقول الله أنا كنت مشغول طيلتها السنة الآن شهر رمضان أنا لازم أتفرغ للقرآن هو صحيح شهر رمضان هو ربيع للقرآن لكن ما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن خاص لشهر رمضان لا بد من تلاوته في كل يوم على أقل التقادير خمسين آية شريفة الإمام وأمير الممنين يتلو قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أقبل عليه وسلم وعلى علي عليه وسلم يا علي ما بالك أن تأتي وتخطب كريمة رسول الله فاطمة الزهراء الإمام وأمير الممنين لم يتردد رمى المسحات جانبا أخذ الإسباغ وهذه من الآداب العلوية يعلمنا لأدب لما أحدنا يريد أن يذهب إلى فقيه من الفقهاء إلى عالم من العلماء إذا أراد الدخول إلى المسجد إلى المحافل الدينية إلى أضرحة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يكون على طهور إذا أراد أن يصلي صلاة حتى إذا كانت مستحبة لا صلاة إلا بطهور سواء كان مندوب أو كان فرض مكتوب واجب فالإمام وأمير الممنين صلى الله عليه أخذ الإسباغ توضأ وأقبل على رسول الله في المسجد النبي صلى الله عليه وآله كان عند مجموعة من أهل اليمن منشغل معهم يتحدث معهم الإمام وأمير الممنين وقف بكل أدب إلى أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله من هؤلاء اليمنين أقبل علي أمير الممنين السلام عليك يا رسول الله فأجاب الرسول صلى الله عليه وآله ثم التفت إلى علي قال ما وراءك يا أمير الممنين يا علي المولى أمير الممنين أخذت تذوب الكلمات على شفته استحياء من رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه جاء إلى أمر مصيري هام خطبة الصديق الكبرى سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فقال يا رسول الله وأخذت الكلمات تذوب على شفتيه حياء من رسول الله قال تفضل يا علي ما ورائك تفضل فقال علي أمير ممنين يا رسول الله جئت لأخطب كريمتك فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي نفسي بيده هذا حبيبي جبرايل أخبرني عن ربي قال قال الله تعالى يا رسول الله إني مزوج النور إلى النور فلا كفأ لفاطمة إلا علي ولا كفأ لعلي إلا فاطمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أمير المؤمنين بعد هذه المقدمة الزواج مشروع حياتي لا بد أن نأخذ الدرس من هذه القصة التاريخية الرسول صلى الله عليه وآله ينصح الشباب إذا أرادوا أن يتزوجوا ينبغي أن يكون زواجهم على أساس من الاختيار من دون اختيار لا يزوج الشاب لا يقول والله أمي هي اللي تختار لي أبويا هو اللي يختار لي أبويا عنده شريك تاجر ويا بالتجارة يريد يزوجني بنته إذا أنت ما كان عندك رغبة يعني لا تحطم حياة هذه الفتاة الفتاة إذا هي ما كان عندها رغبة لا تحطم حياة الشاب يعني تظهر المحبة إلى وبعدين هي ما عندها رغبة لأنه أبوها ضاغط عليها النبي صلى الله عليه وآله يقول اختاروا لنطفكم فإن العر قد الساس وبعد يقول ترى الجمال الظاهري مو كل شيء الجمال جمال الروح الجمال جمال العقل الجمال جمال الحياء الجمال الجمال التفقه بالدين الجمال جمال التربية هذه العناصر هي العناصر المقومة التي تصنع الإنسان ذلك الإنسان الذي يخرج من دائرة الأسرة يقود الحياة ويقود البشرية لأن الأم مدرسة فإن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي لازم تختار الأم ولذلك يأتينا الحذر حذار حذار إياكم وخذراء الدبن قيل يا رسول الله وما خذراء الدبن قال المرأة الحسناء في منبت سوء تشوفها جميلة فارعة رشيقة ما شاء الله وجهها وضيع وضيع كله نور وبهجة سرور لكن بعد الزواج المعادن تكتشف بعد الزواج يتبين أنه هذه أصلاً صلاة من صلي بعد الزواج هذه ما إلها علاقة بالقرآن ولا إلها علاقة برسول الله ولا بالعترة الطاهرة طيب هذا كيف أنا أنتج منها أولاد صالحين وفاقدوا شيء لا يعطيه الأم لها دور جداً عظيم وكبير في تربية وسقل شخصية الأبناء في دائرة الأسرة في نظام الأسرة ولذلك يقول صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يعطي علامات للمرأة الصالحة يقول تزوج المرأة الولود الودود التي إذا غاب عنها بعلها حفظته يعني تحفظ أسراره وإذا حضر عندها أسرت الزلول مع بعلها يعني البعل الزوج الكريم لما يطلب من عده شيء تتفادى له تظهر حالة الإذلال له الزلول مع بعلها العزيزة في أهلها مهما علت مراتب الأهل سواء كان الوالد أو كانت الوالدة كانت أخت أو كان أخ خالة عم أسرار المخدع طبعاً ما يجوز يعني هناك علاقة تسمى بعلاقة المخدع بين الزوج والزوجة خاصة هذه على سرير النوم هذه تعتبر من الكبائر سواء كانت المرأة تنقل الأخبار أو كان الرجل ينقل هذه الأمور الخاصة بهم بحياتهم الزوجية هذه تعتبر من الكبائر من المحرمات فلا يجوز للفتاة الكريمة أن تذهب وتنقل الأخبار الخاصة بينها وبين زوجها وما يدور بينهما على سرير النوم إلى مثلاً قريناتها إلى بنات خالاتها إلى بنات عماتها إلى رفاقها في الدوام كذا بالعمل أبداً لا يجوز زيادة على ذلك الرجل نفس الشيء الرجل ينبغي أن يكون غيور ما ينبغي أن يعرف ما الذي يحصل بينه وبين زوجته هذا تعتبر من الكبائر من المحرمات فينبغي أن تكون تحفظ الأسرار تحفظ الأسرار الذلول الذلل نفسها تظاهر بالمودة تظاهر بالمحبة بالعشق الإلهي له هذه كلها عناصر النجاح للزواج مشروع الزواج تزوج المرأة الولود لسها تقول خب هي ببان ما كانت من زوجة شو نعرف إنها ولود ولا مولود الجانب الوراثي مهام عندها خالات ولودات عندها أخواتها ولودات تعرف أن هذه ولود ما يحتاج هذا عنصر وراثي في علم الوراثة إذا كان العنصر الوراثي خالاتها ما صار عندهم أولاد الزوجة وثلاثة أربعة من خالاتها عماتها زوجة ما صار عندهم أولاد أخواتها زوجة ما صار عندهم أولاد هذا عامل وراثي يحذر من الإسلام يقوله الولود أخذ المرأة الولود لأن أنت تحتاج ولد تحتاج من يكون هو حزام ظهرك بالمستقبل هو يشيل اسمك فالولود بعدين الودود تتودد للزوج كل يوم تكون زوجة جديدة لزوجها كل يوم ثوب جديد كل يوم تسريحة جديدة كل يوم هذا خاص للزوج المكياج العطر الملابس اللطيفة الشفافية هذا الجمال البارع كله يكون خاص للزوج أما تطلع برة تتعطر للأجنبي ورد في الحديث المأثور من تعطرت لغير بعلها لعنته ملائكة السماوات والأراضين حتى تعود إلى بعلها فلازم الكشخة تكون للزوج المحبة للزوج إجاها تلفون ما ترقق صوتها للأجنبي ما يجوز فقط وفقط للزوج بالإضافة إلى ذلك الولود الودود التي إذا غاب عنها بعلها حفظته حفظته يعني تحفظ أسراره يمكن الرجل عنده مشروع سياسي يمكن عنده مشروع تجاري اقتصادي ممكن عنده مشروع تربوي ويقول له ترى هذه أمور خاصة ما أحب تطلع بره إن شاء الله على أمرك على راسي هذه الودود التي إذا غاب عنها بعلها حفظته تحفظ أسراره وإذا حضر عندها أسرته يقول علي أمير الممنين والله كلما نظرت إلى فاطمة جلت عني الأحزان والهموم والإمام ما كان عنده مصنع أو مشغل عند ستين دولة إسلامية من طنجة إلى جاكرتة كان يقودهم هذه هموم هموم العالم الإسلامي كلها كانت جانحة وقابعة في صدر علي عليه السلام في حنايا صدره لما يأتي كل واحد من عندنا رجال يتعبون بره عنده دوام عنده كذا شغل اجتماعات لما يرجع للبيت البيت مكان راحته فلما تأتي الزوجة تقدم لقلاس ما يفرد عصير فريش تريحة تروح كل أتعابه وليش الإمام أمير الممنين يقول والله كلما نظرت إلى فاطمة جلت عني الأحزان والهموم لأن فاطمة الزهراء فاطمة تقول لعلي يا علي إني ما خالفتك منذ عاشرتني يعني منذ أن أصبحت شريكة حياة لعلي أمير الممنين لمرة واحدة ما خالفته يا ريت فتيات الزمن يتعلمون من الصديق الكبرى ليتخذوا منها أسوة حسنة أسوة فاطمة ينبغي أن تكون أسوة فإذا صارت قدوة النساء النساء بعد ما رح تضطر بحياتهم أبدا ثقوا واعتقدوا لأن السعادة مو بالمكياج السعادة مو بالملابس الكشخة السعادة مو بالماركات أي موضة الماركة حذا ما يسوى على أكثر أعزكم الله أكثر من خمس دنانير يشترو خمسمائة دينار ساعة يعني ما تسوى على أكثر من خل نقول خمسين دينار يشتروها خمسة آلاف خمسة عشر ألف ليش ماركة الماركة مدمر الأسر اليوم هذه الماركة والتسابق بالماركات الأعراس ميلاد حمود وعبود صار عندهم ميلاد ستشترت لها بدلة بدلة ألف دينار ألف وخمسمائة دينار وبعدين وراها بيومين صار أكو احتفال عرس الأمائي تقول لله خب هاي البدلة جديدة تبعين أنت اشتريتها تقول لا شافوني بيها شافوش بيها وبعدين خلي شوفش بيها هو موسقهية ولا مخزوئة يعني ليش أنتي ما تلبسيها هذه الموضة وهذا التفاخر وهذا البهرجة هي تقول إلى السقوط إلى سقوط المرأة بعد الرجل الكريم الآن احنا تحدثنا عن المرأة واجبات المرأة وظيفة المرأة الرجل أيضا عنده وظائف الرجل النبي صلى الله عليه وآله مثل ما نصح الرجل كيف يختار شنو هي الصفات اللي اختارها في المرأة كذلك وجه نصيحة باقة تزهو بالورد قال لها من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير في الأرض الرجل من جاءكم ترضون دينه شنو يعني لدينه عند دين يعني يعني صلاة الصبح ما يفوتها أنا صادفت أحد الأخوة يقول لي أنا الآن عمري تقريبا خمسة وستين سنة أربعين سنة صلاة الصبح ما مصليها يعني صلاتي كل قضاء أصلي بس قضاء ليش يقول نوم ثقيل عالج نفسك يا أخي أكو بعض المؤمنين بالمقابل يقول أنا عندي واجب وعندي مستحب صلاة الصبح فرض الله كنتبه علي واجبة وصلاة الليل مندوبة محبوبة عند الله صحيح لكن أنا بيني وبين الله تعالى إذا رأيت أن صلاة الليل تكون سبب لعدم إيقاضي لصلاة الصبح ما أصلي صلاة الليل أنام حتى أقعد لصلاة الصبح إلى هالدرجة حريص على صلاة الصبح يوم أرج به البراق للنبي صلى الله عليه وآله في عالم المعراج في عالم الإسرائي والمعراج يقول رأيت رجال يضربون بصخور عظيمة على رؤوسهم سألت حبيب جبرايل يا جبرايل ما لهؤلاء الرجال وماذا بالذي اقترفوه فقال جبرايل يا رسول الله أن هؤلاء غفلوا عن صلاة الصبح هذه عقوبة الله يطهرهم هناك بهذه الطريقة فالصلاة والصلاة في أولها هذا الإنسان الذي عنده الدين لا المال ولا الجاه ولا الرئاسة ولا الحكومة ولا إمارة ولا غيره الصلاة في أولها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الصلاة في أولها جزور وفي آخرها عسفور أول ما يأذن أنت تكون على السيادة امحذر نفسك للصلاة هذه الصلاة قربان الله تعالى الله تبارك وتعالى يحبها ما فيه بأس يصلي أيضا الإنسان صلاة الليل عن صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يقول ليس منا من لم يصلي الليل يقول هذا مو من شيعتنا ليس من شيعتنا من لم يقوم الليل روايات متعددة الله تبارك وتعالى ينظر إلى من يصلي الليل في جوف الليل الناس نائمين النبي صلى الله عليه وآله يقول افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا في الليل والناس نيام الناس نائمين وهو يصلي صلاة الليل ورب العالمين من على عرشه يلتفت إلى سكان سماواته وملائكته يقول يا سكان سماواته ويا ملائكة انظروا إلى عبدي أنه يصلي الليل ما عساكم ماذا ترون ماذا أعطيه لهذه الصلاة فيقوم عنق من الملائكة يا إلهنا ابني له أو مر الملائكة ابني له قصرا في الجنة فيقول الحق تعالى وما بعد بعد شنو أعطيه فيقوم عنق آخر يا رسول الله اغفر ذنوبه فيقول الرب تعالى وبعد فتقوم يقوم عنق آخر من الملائكة فيقول الله تعالى ما عساكم أن ترون أعطيه فتقوم عنق عمق عنق من الملائكة يقولون يا إلهنا زوجه من حور العين فيقول الرب وبعد فيقول يقوم عنق من الملائكة ويقولون يا إلهنا اعطه حق الشفاعة فيقول الرب وبعد شنو أعطيه فيسكتون الملائكة يقول بعد هذه أحسن الأشياء نحن ذكرناها يا ربنا فماذا ترى يا ربنا أنت شنو ناوي تعطيه فيقول الرب جل وعلا أني سأعطيه ثواب من صلى على محمد وآل محمد فالناس اللي عندهم دين يحافظون على صلاتهم من جاءكم ترضون دينه ترضون دينه بس صلاة الصلاة لازم تكون إلها ترجمة أكو ناس يصلي ويخشع صلاة مثل جعفر الطيار لكن معاملاته سيئة والعياذ بالله ليش؟ لأن القرآن الكريم بصريح الآية هو نفس القرآن الذي قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا صلاة يعني أقيموا حدود الله ما قال يا أيها الذين آمنوا صلوا أكو فرق بين صلوا وبين أقيموا إذا قال أقيموا يعني أقيموا حدود الله ليش؟ لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز في آية أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا الإنسان عند دين في بيت أدوات قمار ماكو في بيته أدوات مثلا موسيقى وغناء ما في في بيته غيب ماكو كذب ماكو بهتان ماكو تبلي ماكو هذا البيت يشهد له الحق جل وعلا بأنه من البيوت الزكية من البيوت الهادية التي تبعث الهدية في النفس من جاءكم ترضون دينه اللي عند دين تعرف من خلال معاملاته سئل النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله ما هو الدين قال الدين المعاملة اذا شوف معاملة الانسان صحيحة مية بالمية اعرف ان هذا عند دين تأتمنه بمال اتخلي عند اموال مثلا مهما كثرت هذه الاموال يسترجع هذه الاموال يرجعها الى صاحبه يا ايوه الذين امنوا ل الله يؤمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها يرجعها ما يحبسها ما يضحك على العالم هذا عند دين يعطيه ياه يرجعها هاي امانة يؤتمن كان هو مدرس معلم بالابتدائية بالمتوسطة بالثانوية حريص على دينه فلما يكون حريص على دينه يرب الاولاد يقول انا عندي مادة تعليمية لغة انجليزية عندي فيزياء عندي كيمياء لكن انا اقدر بالضمن اخليلي فرد حشوة من احجايات المولى امير المؤمنين اخليلي فرد الرواية فرد آية اوجه بها الطالب حتى اهدئه وعدل سلوكه هذه رسالة المعلم رسالة الحاكم رسالة المحكوم كلنا على سواء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا الانسان اللي يحس بالمسؤولية هو اللي عنده دين هذا الانسان اللي يزوج ما يخلي زوج تتضوع ما عدها مصروف ما عدها اكل ما عدها لحم ما عدها رز الثلاجة فاضية البيت فاضي يومين ثلاثة ما يدري عن الدنيا رايح حداق رايح ما ادري للبر رايح سفر خارج البلد وما يدري عن اهله مصروف ما حاط تضطر المرأة تروح من اقاربها من اخوها من ابوها تاخذ يذلها كل راس شهر يبقى انت ما عطتنا شيء مصروف مثلا ما عندي كيفك مو عاجبك روح بيت اهلك هذا مو دين يروح للعمرة او يروح الى حج بيت الله الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله يقول لا انت عندك شريك شذاب لا لبيك ولا سعديك يرفض هذه التلبية ليش لان شيء شيطان قابع بدماغه هو اللي قاعد يسير بالحياة الان صار موسم حاج ذهب الى حج بيت الله الحرام وبالمناسبة اكو بعض الحجاج يذهب الى حج بيت الله الحرام سنة اثنى الشهر يظلم عنده مظالم عنده مظالم يأكل حقوق الناس يفتري على الناس يكذب على الناس يستغيب الناس يسوي نميمة بعدين ياخذ من عمدين وما يرجعه وبعدين رايح يريد يروح للحاج ليلة السفار يشيل التلفون يا جماعة الخير برول الذمة حتى اذا قالوا لك احنا برينا لك الذمة باللسان لكن ممعلوم وابرى لك الذمة لان عندنا احنا العفوة وعندنا الصفح يمكن يصفح عنك لكن ممعلوم انه عفى عنك كفرق العفو من من القلب يتدفق الصفح باللسان يقول لك ما يخالف روح ان شاء الله الله يهديك وتروح للحاج تحصل على هداية اكثر الدين ماذا الدين المعاملة من جاءكم ترضون دينه وخلقه انا واحد من الاخوة اعرف حق المعرفة فوجئت يوم من الايام زوجته اتصلت به قال الشيخنا تعرف فلان قلت له ايه اعرفه شو هم واحد انسان ما شاء الله بارك الله هذا زوجك بارك الله في جاء قالت لا شيخنا اتمنى اموت ولا يكون زوجي ليش هذا بابا يقرأ قرآن يصلي الليل والتسبيح والتهليل والتكبير ما يفتأ من لسانه ويأذن بالمسجد ويقرأ ادعية ويقرأ زيارة قالت لا شيخنا هذا من يدخل البيت كأنما شمر بن ذو الجوش اندخل علينا الاولاد والبنات يتنفرون منه يتمنون موته عليهم اميرهم ومنين سلام الله عليه يقول كونوا في الناس اذا عشتم معهم حنوا اليكم واذا مدتم بكوا عليكم هذا اللي يكون عليه عنده دين هذا اللي يتمنون موته يعني معناته ما عنده اكو عنده خلل في سلوكه في اخلاقه واحدة من اهم البيانات السماوية التي تنزلت من علياء السماي على قلب الرسول وانك لعلى خلق عظيم الاخلاق هي الدين واحيانا ربما ما يكون هو على دين الاسلام لكن عنده خلق من جملة هذه الاخلاق الكرم ما يكون بخيل بعض الازواج بخلاء مع الاسف اولاده يحتاجون ما يعطيهم زوجة تحتاج الابو يحتاجهم ربين كبره يحتاج مساعدة ما ينطيع مساعدة للعلاج يريد يعالج نفسه دا يموت بين الحياة والموت لا يبقى ما فيك شيء ما فيك شيء ان شاء الله عندك العافية بعيد عنك الشر واذا الوالد الموقرت وفراح الندم ما يفيد انت لازمت ترجم اخلاقك بسلوكك ومن هنا يوم اللي اجوا عند الرسول صلى الله عليه وآله امرأة من المشركات سفانة بتحاتم الطائي قالت يا رسول الله انظر الى بلالك بلال الحبشي مؤذن رسول الله النبي سأل ما الامر شبيه بلال اساء اليكم قالت انه مر بنا على جثث قتلانا وصار يشمت بنا هذا خالكم هذا عمكم هذا كذا فالرسول شاف هذه الابقة وانسان يبين عليها محترمة بتنعمة سألها من انت قالت انا سفانة بتحاتم الطائي فقالت الرسول صلى الله عليه وآله اطلقوا صراحها ومن كان معها قيل لما يا رسول الله قال لان ابوها كان يحب مكارم الاخلاق الانسان المؤمن ينبغي ان يكون كريم والانسان المنافق دائما يكون بخيل بخيل بخل خصوصا اذا جيت عرضت عليه مسألة انسانية مساعدة ايتام مساعدة اسر متعففة ارامل شيخنا والله الوضع ما يسمح وهو عنده اربعمائة مليون مثلا حاطم بالبنك من ينزل بالقبر اولاده حتى صلاة ما يصلون عليه شايف المفارقات المنافقين عندهم صفة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهوا الذين يبخلون في آية اخرى الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل قد ما عندك ادفع انفق كن سخيا كن جوادا اذا انت تعشق النبي وآل النبي لازم تتعلم منهم اذا جاءت فرد واحد محتاج ما تعبس بوجهه عبس وتولى لا تقول له مثل ما كان يقول له لإمام زين العابدين اولا يكون بشر المحية يعطي بتسامة ضحكة عريضة اهلا اهلا بحامل زادي الى يوم معادي هذا اللي عند دين من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه فان لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير في الارض فالاختيار امر هام للفتاة وللفتاة اختاروا لنطفكم فان العرق دساس ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لان الزواج سكن مو يزوج الرجل ويروح مع الربع كل اسبوع مرة يجي يمر على زوجته لا سكن بهذا المعنى مسئولية ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة يكون انسان شغوف رحوم حنون طيوب مع زوجته من قال لزوجته احبك فتح الله له بابا من ابواب الجنة حديث مأثور مو صعب على الرجل يقول احبك مو من الرجولة بمكانا الانسان دائما يكون عابس الوج وهان والله ذولة لازم نمشي اياهم الشكلة مشيهم على مصطرة لا هاي مو رجولة الرجولة ان الانسان يتواضع الاصل هو التواضع ولكن اكو احيانا لازم الرجل يكون عنده حسم مثلا الزوجة تطلع من دون اذن لا لازم يحسم اكو مجالات لازم يحسم فيها علي امير المؤمنين عليه السلام يقول لا تكن لينا فتعصر اكو سامع سكان مرتس هذا موجود عندنا احنا بالمجتمعات اكو بعضهم انا شفت على تلفزيون الكويت يومية يا كل طق من زوجته هذا هم موجود لا تكن لينا فتعصر ولا تكن يابسا فتكسر لا امر بين امرا لازم الانسان يعرف الموازين ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة انت اذا اظهرت المودة لزوجتك الاولاد رح يتعلمون فيما بينهم المودة اذا صرت قاسي على الزوجة رح تفطر بنفسية الاولاد بعديا هذا التفكك الاسري رح يحدث الجريمة في الاولاد يطلع للمدرسة يريد ينتقم من المجتمع البنت الفتاة نفس الشيء يصير متمردة ما تحب اصلا اتميل لا الى الدين ولا الى الاخلاق هذه انعكاسات تحدث انعكاسه ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لازم الانسان يفكر في مستقبل الاولاد في مستقبل الزوجة في مستقبل حياته وبعدين سيء الخلق هذا كله ينعكس على نفسه تحدث عنده امراض فشل كلوي انسداد في الاوردة في القلب يصير عنده لا قدر الله جلطة بالقلب سكتة بالدماغ كل من سوء الخلق بينما شوف ذاك الانسان اللي عنده اخلاق طيبة حميدة الله تعالى يطيل في عمره الزوجة تدعو له الوالدان يدعوان له الاولاد يدعو له بناته يدعو له جارة يدعي له اصدقاء يدعو له هذا الانسان اللي عنده اخلاق حسنة عن الحسن عن ابي الحسن الحسن وكل الحسن الخلق الحسن لازم يسعني يكون عنده اخلاق يتواضع تواضع تكون كالنجم لاحة لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو على طبقات الجو وهو وضيع من تواعض على الله رفعه ومن تكبره وضعه من هنا الامام المولى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ترك لنا هذا التراث العظيم يسمو ابو تراب ليش ليش ابو تراب لكثرة نومه وجلوسه على التراب وكلما لقيه رسول الله كان يقول له قم يا ابا تراب ويقول الشاعر ابا تراب وللتراب تفاخر ان كان من امشاجه لك طين الناس من هذا التراب وكلهم في اصله حمؤ به مسنون ابا تراب انت انت كالجذر ليس يموت وهو دفين يبقى علي امير المؤمنين خالد باخلاقه بتواضعه انا وياك ايضا اذا سلكنا مسلك المولى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سنخلت في النفوس نخلت في العقول والارواح والانفس والقلوب وهذا هو المطلوب رسالة الانبياء نحن معاشر الانبياء كلفنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم يجيك فرد واحد سيء الاخلاك انت لازم تتعلم منا لو لازم اتعلمه لازم اتعلمه اتهدي بهدوء تتكلموا ياه كلمة من القرآن كلمة من رسول الله كلمة من علي كلمة من فاطمة الزهراء هو يهدى تلقائيا اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المتخلقين بولاية علي وآل علي بحربة محمد وآل محمد بحربة محمد وآل بحربة محمد وآل بحربة محمد بحربة محمد بازاء قمار مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا وللرجال وللرجال في الحياة وسيلة يا أيها الذين آمنوا ابتغوا الله يا أيها الذين آمنوا ابتغوا له الوسيلة ضامن أهل البيت يقول نحن الوسيلة هؤلاء هم وسيلتنا آل النبي وسيلتنا وللرجال في الحياة وسيلة ووسيلة حبي لآل محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنا جميع خصاله صلوا صلوا عليه وآله الله رب العلا رب العلا رب العلا إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك اجعل هذا البلد العزيز وسائر بلاد المسلمين آمنة بأمنك يا كريم جماعتي الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا من أوصاني بالدعاء يسر أمورهم اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة اللهم لا تفرق بيننا وبين آل نبيك طرفة عين أبدا ارزقنا زيارة الحسين عاجلا وشفاعته آجلا المؤسسين لهذا الحفل البهيج تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتهم وأموات الجالسين والحاضرين والمستمعين وإلى من قضى ومضى من أهل هذا الجمع شهداءنا الأبرار سيما شهداء جامع الإمام الصادق ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات أمواتهم 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 يمتر幾ب أمواتهم ثواب يترو إن زل المعي contact ين لhar اخلافك صحيت يالحادخ ذنويا